ولذلك عند جهينة الخبر اليقين حينما قلت الطائرة سقطت وفيها من فيها تهشم واحترقت أردت أن أقول لكم ليس القضية فالطائرة فكثير من الطائرات يسقط وكثير من الطائر يحترق ولكن أردت أن أقول لكم إن معلمي يقول هدفي الإمام الحجة الحجة بن الحسن الذي تركتموه آئما وحده باكيا في محرابه يبحث عن عنصاره وجنده لعله يغفر لكم به ويغفر الله له بكم ولكن الأمر جلل يقول معلمي إن دهاقنة اليهود اجتمعوا يقولون إن معلمهم وكهنتهم يقولون لقد قرب أجلنا ومحوا دولتنا وإن إمام الشيعة المزعومة الإمام المسلمين المزعومة المهدي وهم يؤمنون به أصبحوا يقتدون أثره النعل بالنعلي والحذو بالحذو إنه أمر جلل لقد أنشأوا مركز متقدم من المعلومات يبحثون عن الإمام الحجة يقولون إن هذه الأرهاصات ليس فيها شيئا لا يصدق إنها قدر آت إلى زوالنا ولكن اعلموا بالوقت الذي يبحث الأعداء عن الإمام القائم نحن ندير بوجوهنا بتهرهات هنا أو هناك وبسرقة وبحر وبسرقة وبالقضاء على الحق أينما كان الحق هل سمعتم يوما بلدا مثل بلدي لا يعز به إلا السارق ولا يقام وزنا به إلا من قتل النفس المحترمة ولا يكرم به إلا الفاجر الزاني عجبت لبلد كله يقول اللهم عجل لوليك الإمام المهدي الفرج وفي قرارة نفسهم لا يطلبون له الفرج على الأطلاق هذا البلد يحتاج إلى دم جديدة لأن من كان شاهدا عليه علي بن أبي طالب وقال لعليا اعدل يقينا أن الله سيمحقه ويغير ما فيه نفوس الناس بصاعقة أو زلزال قريب لننتظر ظهور الآية وسقوط الطائرة السعودية وهناك عمر جلل وانفجار في روسيا ستعلمون أني صادق إن شاء الله يقول معلمي هناك انفجار في روسيا ستعلمون ترجمة نانسي قنقر